الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس جميعا هذه الأسر وهذه الذرية وما يسر الله وخلق وأعطى فهي نعمة عظيمة امتنى الله بها على المسلمين وعلى البشرية هذه الأسر وهذا فضل من الله ومن آياته فقد قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهذه الأسرة أيها الإخوة المؤمن مسؤول عنها يحوطها بكنفه ويعتني بها وينفق عليها ولا يجعلهم يحتاجون إلى أحد سواه وهذه النفقة واجبة على الرجل أن ينفق على زوجته وعلى بنيه وعلى والديه إن كانوا في حاجة فهذه النفقة واجبة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالإنفاق من مهمات رب الأسرة والرجل فيها فهو الذي ينفق على هذه الأسرة وهذه النفقة واجبة وكما جاء أيضا في حديث حديث عائشة رضي الله عنها أن لما سألت المرأة هند بن عتبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم النفقة أو أن تأخذ من زوجها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فالنفقة تكون بالمعروف وبما يستطيعه الإنسان كما قال الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسل يسرى فالنفق على الوسع وعلى القدر فينفق بقدر ما عنده وبما يستطيع وكما في الآية الكريمة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فهذه الآية أيها الإخوة قاعدة في الإنفاق ولو تفقها الناس فيها لم يحتاجوا إلى ما يحصل من العنة ومن المشقة فالآية الكريمة بيّنت أن المؤمن يتوسط في النفقة فلا يجعل يده مغلولة فلا ينفق شيئا يكون بخيلا ولا يبسط يده كل البسط فينفق كل ما لديه ثم يجلس ملوما محسورا فإن في الحالة الأولى إذا كان بخيلا فهو يكون ملوما كيف المال عنده ويبخل على أهله وعلى أهل بيته وأقرب الناس إليه زوجته وبنيه ومن يعود فهذا شيء يعني يلام عليه وفي الحالة الثانية عندما ينفق كل ما لديه وأكثر مما يستطيع وأكثر من دخله كما ذكر ذلك ابن كثير رضي الله رحمه الله في تفسيره فقال يعني لا تنفق أكثر من دخلك فتوسط في الإنفاق فتكون محسورا يعني مقطوعا ينفد ما لديك في وقت يسير وتحتاج إلى الناس فهذه هي القاعدة لا تمسك نفقة يعني تكون ممسكا جدا ولا تنفق نفقة لا تستطيع أن تكملها أو أن تزيل كل ما لديك فهذه أيها الأخوة قاعدة عظيمة في الإنفاق لو فقها الناس وعمل بها لم احتاج الناس إلى كثير مما يحصل في هذا الزمن من يعني احتياجات ومن نفقات ومن احتياج إلى القرض وإلى غيره فكما قال لا تنفق أكثر من دخلك فينفق الإنسان بقدر استطاعته بالمعروف لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه فلا تكلف أن تنفق شيئا لا تستطيع ولكن الحذر من البخل ومن التقصير فهذه نفقة واجبة حتى لو كانت الزوجة يعني ذات مال أو عندها يعني راتبا فإن المسلم يجب عليها أن ينفق فنفقه واجبة في كل الأحوال وعلى الرجل أن يلتزم بهذه النفقه بالمعروف بالمعروف لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وهذه النفقه أيها الأخوة مخلوفة فكما في الآية في قوله عز وجل وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَازِقِينَ فكل ما أنفقت على هذه الذرية وعلى هذه الزوجة وعلى الوالدين وعلى من تعود فإنها مخلوفة في الدنيا والآخرة في الدنيا بالبركة وبالساعة وفي الآخرة بالثواب والأجر العظيم الذي جاء في الأحاديث الكثيرة من ذلك الأحاديث التي دلت أيضا على الخلف ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح عليه العباد إلا وينزل فيه ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فالحديث دل على أنه مخلوف ما ينفقه في أهله وفي أسرته أيضا فيه أجر أجر ثواب ثواب عظيم في هذه النفقة ويعني جاء في أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه في رقبة أو في عتق رقبة ودينار تنفقه تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك هذا الحديث الصحيح فيعني الإنفاق على الأسرة وعلى ذرية يفوق الإنفاق في سبيل الله ويفوق الإنفاق في اعتاق الرقاب ويفوق الإنفاق في الصدقات بل هو أعظم أجرا كما في هذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني هذه النفقة إضافة إلى أن فيها بر وفيها يعني سد لحاجة هؤلاء الأبناء وتربية لهم على الاستغناء وعلى العفاف ولا خير في مال لا ينفق على الأقربين ولا ينفق على الأهل فما فائدة المال إذا لم ينفقه الإنسان على هؤلاء الذرية وعلى هؤلاء الذين هم أقرب الناس إليه وأيضا المال هو لهم سيرثونه بعد أن يذهب صاحبه فإذن على المؤمن أن يعني يجود بما يسر الله له وأن ينفق وأن يكون كما في الآية لا يكون مسرفا ولا يكون مقترا كما ذكر الله أيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فالخلل يأتي على الناس من الإسراف والنفق في غير يعني ما لا حاجة فيه فعند ذلك يبخل ويصب البخل فيما بعد لأنه أسرف ولكن لو توسط والتزم بما في شرع الله عز وجل لاستمر في إنفاقه ولسهل عليه ذلك أيضا الذي يقصر في الإنفاق وهو قادر آثم ويعني قد قطع رحمه وقطع يعني كما في الحديث جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت فيعني إثمه كبير إذا كان قادرا على النفقة ثم بخل بها وأحوج أهله وأحوج زوجته إلى الناس وإلى يعني ما عند الناس فهذا يعني يعتبر صاحبه آثم إذا كان قادرا أما في حال عدم القدرة فإنه كما سبق لا يكلف الله نفسا إلا ما أتها فهذه أيها الإخوة يعني نعمة من الله هذه الأسر وهؤلاء الذرية فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على وجودها وعلى تماسكها وأن نحتسب الأجر والثواب في كل نفقة ننفقها حتى يعني يحصل لنا البركة ويحصل لنا الأجر فإن الاحتساب يعني فيه فضيلة كما جاء في الحديث إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا إلا آجرك الله عليها حتى ما تضعه في مرأتك يعني في فم مرأتك يعني ينفق الإنسان بطيب نفس على أهله وذريته ومع ذلك يكون معجورا مثابا عند الله عز وجل وهذه بركة الإسلام وبركة أحكامه فالإنسان ينفق ويحسب له الثواب ويحسب له خير ويسعد هو أيضا بإنفاق هذا المال فيعني ينبسط هو وأبنائه وزوجته وأهل بيته ويحصل له الثواب والأجر فهو يعني قد كسب من عدة جهات فلهذا المؤمن عليه بأن يكون كريما وأن ينفق وأن لا يحوج من حوله ومن ينفق عليه لا يحوجه إلى أحد سواه ما دام قادرا على ذلك أسأل الله لي ولكم التوفيق والفقه في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنق吃 حسنا دانسي قنق أنا ترجمة نانسي قنقر